لا تتوقف الجهود في العراق ليس من أجل الرقي به كدولة وتحقيق الرفاهية لشعبه وإنما لرهن مستقبله ونهب ثرواته لا سيما النفط الذي يعتمد اقتصاد البلاد عليه اعتماداً كليا تهريب النفط العراقي ملف شائك يعد من أبرز ما يواجه العراق من تحديات فنظام المحاصصة الطائفية الذي أسسه الاحتلال أفرز خريطة سياسية تتكون من أحزاب تمثل واجهة سياسية لميليشيات مسلحة بات نفوذها يتوسع والتنافس السياسي بينها يحتدم استناداً إلى ما تمتلكه من سلاح ولأن الأمر كذلك فإن تلك الميليشيات عمدت إلى تمويل نفسها ذاتياً عبر سرقة النفط العراقي وتهريبه إلى الخارج عضو البرلمان عن محافظة البصرة القاضي وائل عبداللطيف يؤكد أن تهريب النفط العراقي يتم من قبل جماعات وعصابات مدعومة من أحزاب وجهات مسلحة تهربه وتبيعه إلى جهات خارجية بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق العالمي بل إن قوات بحرية حكومية تمكنت من اعتقال عدد من المهربين في عرض مياه الخليج وقيادتهم وعند التحقيق معهم تبين أن بعضهم يتبع لأحزاب وكتل سياسية أما حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان المنتهية ولايته فيؤكد أن تورط جهات سياسية وعسكرية في تهريب النفط بات أمراً مسلماً به فالمجموعات المسلحة تكسب من تهريب النفط مبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات في اليوم الواحد وأبار النفط مفتوحة أمام المهربين شمال العراق وجنوبه ويلمح الزاملي إلى شبهة التواطع الحكومي عبر قوله إنه طالب رئيس الحكومة بالتدخل ومحاسبة المتورطين لكن من دون جدوى وبحسب مراقبين فإن الخريطة السياسية في عراق ما بعد الاحتلال باتت تعبر عن مجموعة من المنتفعين الذين يتنافسون في نهب ثروات العراق غير آبهين لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من انهيار على كافة المستويات ما ينظر بانفجار شعبي ربما يكون قريباً ترجمة نانسي قنقر